بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الخامس عشر من الدرس الثاني بانوان Centering the Drawing in the Middle of the Sheet سوف نشرح كيفية ترسم الرسمة بتاعنا في وسط اللوحة Centering the Drawing in the Middle of the Sheet نعرف بان الرسمة بتاعنا واللوحة بتاعنا طولها 400 وارتفاحها 247 هنا هناخد بس نصف اللوحة يعني هيكون عندنا طول 200 والارتفاح 247 والسؤال هنا هو فين هي نقطة البداية هناخد مثال النقطة دي اللي هي مركز الدايرة بتاعنا هنحاول نحدد مكانها في اللوحة يعني هي نحدد مكانها يعني هنجيب المسافة دي هنبحث على المسافة دي يعني المسافة من تحت اللوحة إلى المركز ده وهنحاول نبحث على المسافة دي اللي هي إيه البعد بين يمين اللوحة من هنا إلى المركز بتاعنا يعني نقطة البداية محتاجة نعرف المسافة دي وايه والمسافة دي عشان نجيب المسافتين محتاجين نعرف أول حاجة طول الرسمة كله يعني المسافة من النقطة دي لنقطة دي هذه المسافة اللي محتاجينها المسافة دي تساوي ايه؟ اللي هو الويديت بنسميه تساوي عشرة هذه العشرة بتعنا زايد 30 هذه 30 زايد 30 زايد ايه زايد 20 ده بيعطينا كم يعطينا 90 يعني الطول ده كله 90 عندنا نص لها طوله كم طوله 200 هذا طول نصف اللوحة 200 نشيل منها ايه نشيل منها 90 نتحصل على 110 110 بتمثل ايه بتمثل المكان الفاضي هنا يمين الرسمة والمكان اللي فاضي هنا شمال الرسمة عشان نتحصل على المسافة دي بس محتاجين نقسم 110 على 2 هتعطينا 55 وده بنسميه Space Per Each Side يعني المسافة هذي 55 محتاجين الان قلنا نحسب المسافة كلها من طرف اللوحة الى المركز بتاعنا ده المسافة هذي 55 زايد ايه زايد المسافة هذي اللي هي ايه اللي هي 20 زايد المسافة هذي اللي هي كم 30 ده كله بيعطينا كم خمسة وخمسين زايد عشرين زايد ثلاثين بيعطينا مية وخمسة هنا تحصلنا على مكان المركز ولكن من يمين اللوحة محتاجين المسافة الثانية اللي هي من تحت هذي المسافة نايدة ثاني محتاجين نحسب المسافة دي عشان نحسب المسافة دي محتاجين نعرف ايه ارتفاع اللوحة يعني ايه ارتفاع اللوحة يعني من أدنى نقطة من هنا إلى أعلى نقطة هنا إلى أعلى نقطة المسافة دي بتمثل إيه؟ بتمثل عشرة دي العشرة بتاعنا زايد 30 هذه 30 زايد 20 زايد إيه؟ زايد 7 ده بيعطينا 67 يعني المسافة دي كلها 67 67 مليمتر دي بتمثل من النقطة دي لأعلى نقطة في الرسم بعدما تحصلنا على الارتفاع الكل بتاع الرسمة اللي هو كم؟ اللي هو 67 ارتفاع اللوحة 247 نشيل منها 67 نتحصل على 180 المية وثمانين دي بتمثل إيه؟ بتمثل المسافة اللي فوق اللي فضيه دي والمسافة اللي تحت يعني نصف المسافة بيعطينا كم؟ بيعطينا 180 على 2 يساوي 90 يعني المسافة دي اللي من تحت هي 90 عشان نصل للمركز بتاع الدايرة حنذفلها كم؟ حنذفلها نصف القطر اللي هو كم؟ اللي هو 10 في النهاية نتحصل على ارتفاع يساوي ارتفاع بتاعنا هيكون يساوي كم؟ 90 زايد 10 يساوي 100 الآن عرفنا مكان نقطة البداية ودي حاجة مهمة جدا في أي رسمة نقطة البداية هنا هتكون على مسافة 105 من يمين ومسافة 100 من تحت ترجمة نانسي قنقر